25 ألف جنيه استرليني أقرت السلطات البريطانية تجميدها من حساب أنيسا شوكة المصرفي في لندن ليصار لمصادرتها في وقت لاحق من تكون أنيسا شوكة هذه هي ابنة بشرى الأسد شقيقة بشار والدها آصف شوكة الذي قتل بعملية تفجير خلية الأزمة بدمشق عام 2012 لكن السؤال الأكثر الحاحن الذي تولت صحيفة إيفنينج ستاندرد البريطانية طرحه كيف وصلت أنيسا إلى لندن وكيف تمكنت من الحصول على تأشيرة دخول والأهم من ذلك كيف فتحت حسابا مصرفيا باسمها رغم أن جميع أفراد عائلتها يخضعون للعقوبات الصحيفة ذاتها تمكنت من الحصول على معلومات تفيد بأن محكمة ويستمينستر عقدت جلسة استماع أولية حول القضية لم تتبعها جلسات لاحقة نظرا لمطالبة أنيسا ابنة الـ 22 عاما بالطعن في طلب مصادرة الأموال لم تقدم الوكالة الوطنية للجريمة أي تفاصيل إضافية حول قضية الفتاة التي لا تملك أي مصدر دخل شرعي داخل المملكة المتحدة وتعتمد بشكل كامل على والدتها بشرة التي تصفها صحيفة الإيكونوميست بصاحبة السمعة المخيفة في دمشق التي تمارس نفوذا كبيرا على بشار فاستحقت وفق الصحيفة أن تدرج ضمن قائمة العقوبات الأوروبية عام 2012 ليست واضحة بعد الطريقة التي وصلت بها أنيسا إلى بريطانيا إلا أن سجلاتها الجامعية تظهر حصولها على إجازة في التصميم المكاني من جامعة لندن للفنون وقالت مصادر مطلعة إن القائمين على الكلية يعلمون صلة القرابة التي تربطها بعائلة الأسد وبحسب المصادر نفسها حافظ ابن بشار قصد زيارتها هناك لكن أنيسا تصر على إبقاء هويتها سرية حتى أنها تتعمد تغيير طريقة كتابة اسمها في أوراقها الروتينية